المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي احتضنته الجزائر يختتم ويتوج بإعلان توافق بشأنه رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود البرلمانية العربية بعد الاستماع إلى تقارير وتوصيات النجان الدائمة للاتحاد وفي صدارتها القضية الفلسطينية لقد أفقنا في التاكيز على موضوع الساعة قضية فلسطين ومعاناة شعبها واستماتته وصبره حيث راهنت عديد الأطراف على تمسح حقائقها والقفز على حقوق شعبها لكن أبت إرادة الشعب الفلسطيني الحر وصموده الأسطوري في وجه آلة الاحتلال الصهيوني الإجرامية إلى أن تعيدها إلى واجهة الأحداث وصدارة الأجندة الدولية في البيان الختمي للمؤتمر أشهد الاتحاد البرلماني العربي بعمل الجزائر الدائم وبجهود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في نصرة القضية الفلسطينية وتوحيد كلمة العرب في المحافل الدولية نحيي الدور البارز والأصيل الذي تقوم به الجزائر بتوجيه متابعة رئيسها السيد عبد المجيد تبون في إطار عضويتها غير الدائمة بمدس الأمن من عجل إيقاف المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة بالنمون المتحدة التحذير من تبعات إطالة الأمد التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى توحيد الجهود لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية عبر فرض وقف فوري لإطلاق النار والرفض القاطع لجميع أشكال تدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية كانت من أهم البنود التي تضمنها الإعلان نحذر من مغبة وتبعات إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما وندين محاورات الاحتلال الصيوني ومستوطيني الماريقي لتغيير الواقع التاريخي والقانون لمدينة القدس الشريفة هوية العربية الإسلامية والمسيحية أشغال المؤتمر خلصت بانتقال رئاسة الاتحاد في دورته السادسة وثلاثين من العراق إلى جزائر وتكريم الرئاسة السابقة للاتحاد ممثلة في رئيس مجلس النواب العراقي فضلا عن منح جائزة التمييز البرلماني العربي في طبيعة الحالة هذه الجائزة تعتبر إضافة لأنها أول مرة تدخل للجزائر وتكتسب من قبل برلماني جزائري وهذه الجائزة التمييز هي عبارة عن إضافة تقدم للبرلمان الجزائري باعتبارها إسهامات النواب وإسهامات كل نائب اللي يفوز بهذه الجائزة فيعتبر بأنه تمييز عن بقية النواب في مختلف المجلس العربية أو البرلمانات العربية الجزة الختمية للقاء الرفيع المستوى شهدت أيضا إصدار طابع بريدي بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد البرلماني العربي ترجمة نانسي قنقر